اعزائي المشاهدين رجعنا معكم بالفكرة الثالثة معنا اليوم من بروجرام نور جديد على فضائية نور الشرق ويسعدنا كمانا ان يستقبل معنا اليوم السيدة كريستيا نعيسى نحاس رئيسة مركز بيت العذراء للفقراء MVP اللي مركزها بزحلة اهلا وسهلا فيك اهلا فيك نورا عنا اليوم مادام كريستيا نحن نعرف عن الجمعية بسطور اول شي هيدا الجمعية اسست او اسستها السفير فؤاد انيس الخوري يلي كان هو سفير لبنان بالبرازيل لمدة 15 سنة وتعرف على الام تريزا هي عم تبني بيوت بالبرازيل وتأثر فيها تأثير مطلق الامر اللي خلي او اراد ان يترك السلك الديبلوماسي ومن بعدها كتب كتاب كوخ في السماء وقريت الكتاب وقردت اني كتتعرفي عليه للمسيو او او للسفير وانتو طبعا اهم شي عنكن انكم تمشوا على خط الام تريزا اهلا وسهلا فيك كريستيا نورا عنا اليوم كريستيا بتخبرنا شوي عن الجمعية اكتر القصص اللي انا ما حكيت عنها وبشو بتساعدوا انا فهمت انه مش هدفكم المساعدة بس الاكل او الموان الريضائية ولكن بتساعدوا بطرق اخرى كمانا مظبوط فضل بس توضيح صغير صفير فؤاد انيس الخوري كان بيوده يترك السلك الديبلوماسي ويلتحق بمزر تريزا بس هي كانت تفوت وتسلي وترجع تطلع تقول له رسالتك بالسلك الديبلوماسي بقى ما قدر يترك السلك الديبلوماسي كفة يأثر بالعالم اللي معه بكتابته هالكتاب اكيد وبغير قصص يعني كان حتى يكون بالمكتب و بالسفارة ع الساعة 12 يكون عم بيسلي صلاة الانجليوس للعدرة يكون عنده ناس بدون يفوتوا يستغربون وشان تعمل الساعة 12 يعني قدر يأثر بالعالم بالسلك الديبلوماسي حوالي هني يمكن يكونوا بعاد عن هالشي نعم وهذا كانت رسالة ربنا لقله نعم قدر مش انهيك يدال بس قدر تأثر فيها للأم ترازة ثلاث مرات التقف فيها ومأثر بمار فرانسيس الأسيزي لقدر كتب كوخ في السماء انا وصلنا الكتاب من زميلتي بالجامعية نادين غطاس اللي كانت ساكنة بنفس البناية وقارت لقريه عرفت انه كانت عبالة انه نكون عاملين هيكي جروب جون نسوان كلنا انه يكون عندنا زيت الهدف نساعد بس بطريقة ما نسأل انت من وين وانت مين وقالها هيدا منها مساعدة حقيقية مساعدة مسيحية نعم على الآخر بقى قارت لقريها الكتاب وبعدين شوفي شو بديك تعملت اول ما قريته للكتاب طلع بدي اتصل بالسفير دغري واتصلنا فيه والتأينا فيه واسسنا الجامعية بدون علموا خبر من اربع سنين ونص بعد شهر نحنا بين بعضنا معنا دين غطاس مع رانا الترك كمان هي من ذات الافكار يعني دقت واتصلت انه بدي فوت معكم وبعدين نضموا إلنا مادام تين مادام سيبيل صباغ ومادام جوان فراح والسفير اكيد كان معنا بس كان دايما يروحوا يسافروا يجي وسميناها بيت عزراء الفقراء لأنه لأنه تم تأسيس بالبرازيل بأفقر مناطق بالبرازيل سبع بيوت عزراء الفقراء مع الأم تيريزا لمساعدة أفقر الفقراء بس هنا كانوا يطبخوا للمحتاجين ويجوا يتغذوا عندهم نحنا نحنا منبرم على العيال نحنا منبرم ومعنا عضو كتير أساسي اسمه ميسيو بيير تراد هو عيوننا هو اللي بدلنا على العالم بدي أسألك أنا كيف تعرفوا من وين بيجيكم المعلومات أنه عيد العائلة هل قد تعباني وعوزة مساعدات ما هو نحنا وقتا كنا مجتمعين طلعنا ببعدهم كيف أنا نعرف من وين من نبلش نساعد العدرة حطت لنا بطريقنا بيير هو اللي بدلنا على العالم بدلنا عليهم ونحنا كنا نسوان يعني أنه سئلة تبرمي وما يكون معك أنه شاب بيير بيجنن هو عن جد يعني بيعرف كتير ناس ودسكرتمان بدون ما تكون علنية ونحنا شهريا رسلتنا شهريا مش بس بالأعياد بعيد الميلاد شهريا منساعد كنا نساعد بإعاشي كم عائلة؟ كم عائلة عندكم؟ بلشنا بتقريبا 30 عائلة رجعت عائلة تقال 130 ومزبوط بس بالبقاع والزحلة ولا ممتدل المساعدات إذا أجاج حدا من برات هذه المنطقة ممكن تقدروا تساعدوه؟ هلأ أكيد كان عندنا عائلة مثلا سكان زحلة بس نقلوا على بيروت ظلينا نساعدوه؟ بس عقد إمكانياتنا يعني أنه نحنا أكيد بعضنا بنضمن البقاع يعني بعد ما رحنا على بيروت لأنه ما فينا هلأ أوكي طبق ريسيان أنا من بعد صفحت شوي بأخبار الجمعية ومثل ما بيقول عملت ماي هومورك واكتشفت أنه هيدا الجمعية يعني أنه بتقدم مزوط بتقدم دواء بتقدم إشياء مثل حاجات ميسسة ومثل ما بيقولوا أنه أساسية غير الأكل لأنه الإنسان مش بثم ليس بالخبز واحدة وياحيى الإنسان يعني أنه هناك ناس مريضة في ناس كذا صو بيس بتخبرينها عن الدواء كيف بتقاموه من وين بتجبوه لمين بتعطوه وحتى عن وسائل التدفئات بتقاموه مزوط وخاصة بها الغلع مجد الله يعطيكم العافية يريت لو بتقول لنا كيف حتى كمان إذا في ناس عار حابة إنا تتعامل معكم بتتساعد أو تتساعد وكمانا يريت بتقول لنا كيف فين نتواصل معكم هيك بركة بنعرض على التلفزيون السوشيال ميديا بيجز تبعكم واسم الجمعية نحنا بلشت لمساعدة بإعاشات أكل ومخلوطها بأسس إيجيانيك بعدين وقت لقينا الحاجة تكون للأدوية قررنا أن نساعد بالأدوية أبدا عنا كتير أدوية من جيبها لعيال التزمنا معهم ما بقى فينا نرجع لورا في تقريبا ستين دواء اتصلنا بالشؤون الاجتماعية وبكذا مستوصف من أصل ستين دواء من جيبه ملقينا غير ثمان أدوية موجودين بالشؤون الاجتماعية أو بالمستوصفات اللي بتقدر جيبهم بأرخص فأسو كيفي أنه كتير عم بيكالفونا الأدوية وعم نرجع نفكر إذا نحنا وعم نلاقي صعوبة لحن تندفع الدواء كيف تل محتاج؟ ميزنا الدواء شهريا وبأول كل شهر بيكون الدواء موجود عند هود العيال بتروحوا شخصيا أو بتبعتوا لون الغراض نحنا شخصيا منروح شهر اي شهر لا يعني تقريبا ست زيارات منعمل بالشهر اللي لا عم نبعت الدواء مع بيير يعني منعمل نحنا الجروب الجمعية ست زيارات لأنه خففنا الإعاشات صرنا إعاشة شهر مع الأدوية حتى منعطي قيمة صغيرة للختيارية في ناس معينين نعطيهم قيمة صغيرة وشهر اللي بعده ما بيكون فيه إعاشة بيكون فيه دواء إذا نحنا منا قدرين لأنه كمان نحنا عنا شغلنا وعنا ولادنا أوقات مننزرك بالوقت بالإضافة في عدة جمعيات بتاعتها أكل يعني أنه الأكل صار موجود وينما كان يعني أنه إذا حدا بده يتواصل يجيب أكل بقدر يمكن يأمن الأكل بسهولة بإذا كان الدواء والمزهوط ما بيتأمنوا بسهولة بس حتى أوقات الأكل ما بيتأمن بسهولة إذا بعاد عن فترة نوال بفترة نوال كل الجمعيات بتفوق للمحتاج بيصلوا وذات العائلة بيصلة يمكن 6 إعاشات كله بيسوس عندهم يعني ما في تنسيق بين الجمعيات هلأ المزهوط قد ما وصل لهم بيضل بدهم لأنه بتعرف بالبقاء سقعة بس نحنا يعني جنوية ففريق مارس أفريل ماي جوان جوية قوت ما كمان بالدنياء كله بتتواصلي مع جمعيات كيستيان؟ أكيد نحنا منقامن كتير بالتواصل مع الجمعيات أعطينا إجزامل شو بتعمله مثلا رح أعطيك إجزامل يعني نحنا عم نفوت على البيوت مثلا في أهل ما عم يقدر يدفع صوت ولادهم ما عم يقدر يفوتوا الولاد على المدرسة نحنا بسندوقنا وانا مخوالين ندفع قصد اتصلنا بأركانسيل اتصلنا بلبنانيون اتصلنا بـ بكذا الجمعيات وكله تعاون معنا بس هيدا الكوننكشن مع الجمعيات كتير مهم تعاون مع جمعيات لأنه المحتاج ما بيعرف ما بيعرف انه في غير جمعيات نحنا منعرف ومنقامن كتير نلتقى فيهم عم نجرب نجمع بعضنا بزحلة حتى نقدر النسق المساعدة يعني بنويل كله هيكون موزع بين مزوط وإعاشة نحنا هنكون موزعين لحمة وخدرة وفواكة يعني الليمان لتكفيلهم الإعاشة صحيح يعني هولي كمانا قصص أولي مواد أولية يعني الألسان بيعوزها مش بس الرز والمغلبات والعدبات مظبوط طيب انتو كيف مثلا يعني اعتبر تتعاملوا مع جمعيات أخرى مثلا وبيجونا عندكم بقولوا لكم مدن هنة أقصات وهيك ما بتأمنوا فرص عمل؟ بلا أكيد هلأ هو قبل ما نكون بالجمعية كل واحد إذا بيجي حدا ببدو يشتغل يعني أنه منحس مع العالم هلأ كتير صعبة على كل الناس الحالي هلأ فرص عمل قد ما فينا منقامن بهيدي دبوش ألوراي يعني أنه إذا أنا حكيت عند إكس أنه في حدا بيشتغل هاك 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 هايدي بتجي أنا أصلي كرس عمل للعيال المحتاجة لأنه الإنسان عنده كرامة ومزبوط 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 يعني صراحة مأمنين لتقريبا ثلاث أشخاص ومبسوطين كتير هنة يعني ما بتستعملي الـ الـ تبعيك هايدي بتساعد كتير مهمة ومنرتاح نفسيا لأنه إنتي ستجيب الإعاش وحا تعطي إكس بالشهر تب بعدين يعني بدي يكون في شيء سالير بازيك يعني قد ما فينا نأمن لون من أمن لون وقد جاء زبطت مع أربعة أشخاص أهام برافو لكينا شو بيقولو وإن شاء الله هالعمل الدقوب اللي هم تقوموا فيه تكفوا بصلاوات الإديثة تريزا من فوق وعرض ببركة سيدنا يسوع المسي والعادو سيد سيد العدرة على اسمه وسلم على اسمه لأنه نحن باسمه ونعتبر مباركة جمعية ونآمن بالروحانية نعم يعني دايما يكون فيه مسبحة بإيدنا ونصلي أمين حتى نعرف شو منا نعمه أمين طيب ممكن تقولي لنا كيف فينا نتواصل معكم عبر صفحات التواصل الاجتماعي تقولي لنا الاسم تحتى المشاهد إذا كان حابب يساعد أو يتساعد أكيد يكون عنده معلومات أول شيء نحن صار عنا على المخبر من تقريبا من أكتر من سنة اسمه الجمعية نحن حطينا كمان بالفرنسي والعربي بالسوشيال ميديا موجودين ما في ويبسايت نحن على الإنستغرام وعلى الفيسبوك أنه هاو دي الشغلتين أكتر شيء درجين عند العالم فيسبوك وإنستا اسمه Maison de la vierge des pauvres نينيتهم بالفرنسي Maison de la vierge des pauvres مع لوجو تسليم على اسمه العذرة إذا كنت عملو لنا فولو تبعطو لنا ميساجات عنا حدا كمان شركة بحب إشكرها اسمه كوپيرون جيسي وجان هن نحن نشتغل معهم بشغل الأساسي بس قدمو لنا بنيفول للجمعية يعملو لنا كل شيء فري أوف تشارج نحن نتشكرون من ضم صوتنا لصوتهم كمانا تيسيان خلينا نحكي على الموضوع الأهم هو موضوع الحفلة اللي حت نعمل ب 16 شهر إن الله رات يريت لو بتفسري لنا أكتر عن هالشي السنوي اللي بتعملوه وشو بيضم وكم عائلة وشو بيجيبو غراد ووين موقعو ووين مركزو وكمسة مرة صرتو عاملينو يريت نحكي عن هالإفنت اللي لح يصير بعد كم يون أكيد نحنا بالسرية بنعمل دوز إفنمان واحدة ترويئة أول شيء بالشهر أيار شهر العدرة نعم بيكون مبلشينه بإدس كل شيء بيكون مبلش بإدس ترويئة بالدهن بس سيدات ترويئة صراحة عم بيكون في شوية رجال بس أنا دايما أخدي طابعة ترويئة قبل الدهن لأنه من ساعة شهريا تروينا نعمل إفنمان تيني قبل نويل نعم هو بستعش الشهر هيدا 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 الجمعة اسمه إيطوال فيلانت وين رحت عاملو هيدا؟ عاملو بيبارك أوتيل جتورة نعم بالأوتيل عاشا هلأ أكيد هلأ صراحة سولد أوت أوكي بس أكيد بهمنا يكون فيه أكيد العالم كنتريبوشون أنه بحاجة الحمد الله يعني الحمد الله اسمه إيطوال فيلانت هلأ منا نعملو بس ما بيكون شوية سعر البطاقة أغلى شوية بس ما فيه طنبلة نحن كمان بنشعر مع الناس تعرف زحلة صغيرة نفس العالم بيجوا على الترويئة بيجوا على العشاء ما ونكونت أقل عليهم تعملون مرتين بالسنة مظبوط واحد ترويئة واحد عنوات مظبوط بس الونيون في الفرس يعني كلنا إذا تعاوننا كلنا مع بعض تنساهد هالمحتاجوا عم يكتروا وبلشنا بثلاثين عائلة صاروا مئة وخمسين أدي أدي في كريديبليتي إنو هيدا العائلة عم جد فقيرة ولا أنتو ما بيهمكم بهمكم تشتغلوا عن نية نحن عم نساعد وقالله بيستفل نحن صراحة نفوت عالبيوت ومنقشع بعيننا وش عم بيصير وكل شي ومنقشع عالوضع مبين يعني أكيدة ما منعرف نقول لا بس كمان بنفس الوقت ما منخلين يتكرع علينا نحن ساندي نحن فيك تقولي ساندي إنو هالكيس الأكل اللي حقه بدي يكلفهم أربعين ألف نحن عم نجربه إياه شهر إياه شهر إياه شهر لا والأدوية أهم شي الدواء وأكيدة المحبة والعطف يعني السفير علمنا نكون نعطي دولاموغ نعطي عطف نروح عاطفة نروح نعطي محبة ودايما نكون عم نضحك عم نضحك تأكيدا على حديثك كانت الأم تريزة القديسة العظيمة كانت بي كالكوتا كانت تخدم العالم اللي معها برس مصدوح هي وأخواتها الراهبات الأكتر مرض بينتقل بعضوه هو البرس بس بالإدراءة الإلهية خدمت كل عمره ما انتقل لا هي ولا لأخواتها الراهبات هذا المرض تتشوف العناية الإلهية ومار فرانسيس كمان نعم كان يخاف منهم بالأول وبعدين وقتها مشي على الدرب المظبوط نعم ما بيعود يجي لعندك المرض وقتها بتكوني مصلحة بالعظرة ويا الصوع المسيح ونصلى الله تضلكم بهيد المهمة نحنا بعد عنا خمس دقائق من المعابلة بتحبي نعرض ياريت إذا كان حدا معنا بريجيب يعرض لنا الصور نحكي شوية نعلق تفضلي برمية الميلاد هون صورة عم نوزع الهدايا للعيال اللي هن عادة منساعدهم نعم هيدا بس بدي أقلكم هون في صورة كتير بشعة كان مشرد على الطريق ينام بهالحالة هلا بدي يبين بعدين كيف صار أكيد في حدا تاني يساعده محطة تاني ساعدته بس نحنا ضلينا نصر نصر عليهم لأنه كان هم علينا إذا تلجت بره لكل العالم تنبسط بالتلج نحنا نخاف لأنه يشتي عليه يصير كله ارتوبة ويعفنه تيابه شخص وحيد يعني لقينه هو وحيد لقينه هلأ صار بدير الصليب يعني بس هلأ بتشوف حالته بس كل شهر بنبعت له كمان شي مثلا نشير فاتمان بروح بيزوره بير شخصيا بيطل عليه هون بتبع شهر المريم شاهدوا كيف كان فيه الديس قبل وعم نبرم سالة مع اسمها العذرة تتبارك الكلام روزاميستيكا كان عيد الحبل بلادانس الحبل بلادانس واصبوتي نعد عليك وعليك أعضاء الجمعية السفير بالنص مبين وأعضاء الجمعية كلهم معنا مادام سامر جوان نادين سبيل ورانا بشكرهم كلهم وكمان عم نعمل الزياح بالعذرة الديس الديس قبل الترويئة مهم بيشاركوا معنا كل العالم اللي جايين على الترويئة بيكون مكتوبة على الكارت في الديس على الساعة 10 قبل أكيد بيكون في كتير مشاركة ومعنا كمان مادام جورجينا حرازن هي مادام بتجنين ما بتحب كتير انو احكي عنا بس بتساعد كتير ناس قبل ما نحنا نتعرف عليها بعدين نضمينا لبعض الله يبريك كل هون بس حتى بيوزعو لنا أصحابنا تيابوا لعب لعب بعضهم من هم مكسرين يعني ببعدهم يغيهم أولادهم نرجع نحنا كمان منزيدهم على البرمة نرجع منوزعهم للأولاد نبسط فيهم نعم بعد عم يمرق عن الديس منحط على صفحة السوشال ميديا كتير قصص هولي لانو متخدير من صفحة السوشال ميديا تبعنا عن سين باب فرانسوا هو يقب الفقراء معروف يعني مظبوط كان في كابشنز يمكن ما بينوا هلا ما منبين صورة الأشخاص اللي بس لولاد سمحنا يبينوا بس صور الأشخاص ما منبينوا منبين الأكت يعني هولي صور طبعا احتراما للمشاهد العالم اللي منسعدها أكيد ما في مثلا هوني ملقينا إذا بتنزلوا الصورة في تحت متل إعاشة مبينة ملقينا هلا المدام جوا حتينا الإعاشة على الباب هوني فرش كمان في بيت فاضي بلا فرش وعايزين فرش كان في ناس تبرعوا بالفرش وصار في شوية فرش عندهم بالبيت نعمل أكتبيتات سكولير بس منلم من بعض ومن الأصحاب والقرايب منقلهم جبنا لتقريبا 35 ولد شنطة مدرسية جديدة مع جوردة جديدة ومع تروس الله يرحمها المرة توفيت باش نكسمحة لحالي حط الصورة وحتى أوقات أولادنا بيجوا معنا وبيوزعوا لعبهم اللي بيحبوا أنه يعطوا كمان لغير أولاد بتشجع أولادنا يشوفوا هالشي أكيد لازم يشوفوا لحتى يقدروا كل القصص لحتى ما يكبوا صحنهم ياكلوا على آخر لازم يشوفوا الولاد هو اللي كمان صور شوية عم يطلعوا يمكن مقتوشين أو لا هي لسي كاميرا عمنا هيك بس ما تتعطوا اللي برضو من دا السكرين هوني كمان عمنا بيتبرعوا ناس بفرشيتون في ناس ما عندها تاخت بنبعطلون إياهون نا هوني بالبرمة تبعنا كمان في بيت هوني عالم ما بيقدروا يروحوا هلأ تعاوننا مع كمانا كمان مستوصف في كمانا كمانا ما بيقدروا يروحوا عند الحكيم الممنوع نجيب دوا بالراشتة هنبعتهم حكيم مع هيدا المستوصف بيرتوني أضاميني كمان بدي أشكره بدي أشكر الأمونية للجامعية بير ماروان غانم اللي هو كمان مسؤول عن نصرته نعم بحب أشكرهم كمان ونحن مندم صوتنا لصوتك كريستيان ونتمنى لي كل الخير والمحبة تظل دايمة والسعادة أنكم تظلكم تأمنوها وشوه هيدا العائلات اللي محرومة من السعادة اللي موجودة على الأرض إن شاء الله تظلكم بها الهمة وإذا كنت حابة بعد في شي تقولي لنا إيه للجمهور قبل ما تخلص فكرتنا لأنه لأسف وأصرفنا على النهاية إيه ما بيأسف تصور كالشي حكيتو كمان هلأ عملين نحنا عملنا برمة مزوط وننسق مع اللي بدو يوزع مزوط فيه جمعيات بيوزعوا من بعد السقعة شوي بقى نحنا وزعنا هلأ ونسقنا مع كمان جمعية تانية أهم شيء التنسيق بالجمعيات كتير مهم وضلكوا نصلولنا تنضلنا بهالهمة رح نضل نصلي لكم ونصلي للأشخاص اللي متلكون لأنه الأرض هيك بطه ونتمنى لكم كل الخير وعيد ميلاد مجيد شكرا لحضورك بس في بعض شغلة نصدق لما رأيت الصورة كمان من الأكتيفيتيات منلبس بالشعنينة بالشعنينة في صورة مبينة عم بيجربوا التياب بدي أشكر أخته لبيير عنده مثل بوتيك صغيرة وكتير يعني ما بخبركم قدي عنده باسيانس بيجوا لعنده 35 الولد وأهلهم وبيقيسوا وبيجعوا بقيسوا بقى نجيب لهم التياب الجديدة للشعنينة كمان هايدي شغلة منعملة وعننا حدا كمان بدي أشكره لأنه صاروا شوي يعرفوا فينا العالم بيحبوا يتبرعوا بالهدايا مبارك ما بدي أقول اسمه هو بجروب أصحابه من قبل بشهر من نوال بيبعتلهم ليستة الأسامة تبع الولاد وبيعملوا لكل ولد الهدية تبعه هلا نحنا الهدايا ما جبناهن هيدا الشخص هو بشكره أنه أمن لنا الهدايا نعم نحنا خلصت حلقتنا بتشكريك على وجودك معنا اليوم متمنى لك كل توفيق أعزائي المشاهدين ملتقرنا بيتجدد جمعة الجايب نفس الوقت سلام المسيح و الله معكم موسيقى 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 موسيقى